اشتركوا في القناة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين هناك روايات كثيرة تحثنا على الصمت وتنهانا عن الهذر وفي حديث إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب وذلك لأن الكلام أكثره يكون من اللغو ومن الباطل وحتى إذا لم يكن ذلك الكلام محرما يكون من الثرثرة المبغوضة الإنسان العاقل حينما يريد أن يلقي كلاما قبل ذلك يفكر بأن هذا الكلام فيه رضا الله أو فيه سقطه هل هذا الكلام مفيد أو مضر؟ هل هذا الكلام يمكن الاستغناء عنه؟ أو لا بد منه؟ وبعد ذلك يقل الكلام إلى أقل مقدار لأن أكثر الكلام هو من الحذر ومن الثرثرة بل كثير من معاصي من المعاصي التي يرتكبها الناس ترتبط باللسان أحد العلماء جمع معاصي اللسان في كتاب فبلغت أكثر من 130 معصية 130 معصية ترتبط باللسان الكذب الغيبة التهمة النميمة الإفتراء إيذاء الآخرين باللسان شهادة الزور وما إلى ذلك 130 أو أكثر معاصي ترتبط باللسان فالإنسان العاقل هو الذي لا يحرك لسانه إلا فيما فيه رضا الله أو فيه فائدة أو يرتبط مثلا بإمرار أموره المعاشية ولذلك من أسباب دخول جهنم هو الخوض مع الخائضين الآيات الشريفة يسألون عن المجرمين هكذا ما سلككم في سقر يعني أي شيء أدخلكم في نار جهنم قالوا لم نكن من المصلين لم نعبد الله سبحانه وتعالى بالصلاة ولم نكن نطعم المسكين ما كنا نؤدي الحقوق الواجبة من الزكاة والخمس وما إلى ذلك وكنا نخوض مع الخائضين يعني نجلس في مجلس ويبدأ الكلام بالباطل فكنا نخوض معهم يعني ننغمس في الكلام الباطل كالذي ينغمس في الماء ويخوض في الماء ولذلك مجالس البطالين من المراكز التي يحبها الشيطان لأنها بؤرة للمفاسد بؤرة للمعاصي فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتكلم بتفكر سابق لا أن يتكلم بدون تفكر وفي الحديث الشريف وهل يدخل الناس النار إلا أصغريهم يعني قلبهم ولسانهم القلب واللسان سبب دخول الناس في جهنم يعني من أهم الأسباب فلذلك ينبغي على الإنسان أن ينطق بتفكر هذا لا يعني أن الإنسان لا ينطق بالحق هذا أيضا مرفوض لأنه كما ذكرنا الفضائل هي الحد الوسط بين الإفراط والتفريط الساكت عن الحق شيطان أخرس كما في الحديث الشريف وإنما المقصود من الصمت عدم الهذر لا بمعنى عدم النطق بالحق طبعا النطق بالحق أيضا له شروط قد يكون في تقية والتقية إذا كانت واجبة ينبغي على الإنسان أن يسكت ولكن هذه حالة استثنائية الآصل هو النطق بالحق وبعبارة أخرى ينبغي على كل إنسان أن يجعل لسانه سببا للخير ولأن غالب الكلام لا يكون سببا للخير بل قد يكون سبب للشر وهو فضول من الكلام فينبغي أن يتخذ الصمت عن فضول الكلام والإنسان الذي يفكر قبل أن يتكلم هذا الإنسان تجد أن كلماته تؤثر في الآخرين لأنها كلمات صادرة عن تفكر تجد كلماته لا تجرح الآخرين تجد تلك الكلمات المعاصي فيها منعدمة لأن الإنسان المؤمن إذا فكر وجد أن هذا الكلام غيبة أو تهمة أو نميمة أو كذب أو افتراء أو ما إلى ذلك يترك ذلك الكلام لكسب رضا الله سبحانه وتعالى والإنسان الذي زمام لسانه فلتان بمعنى أنه كل ما جاء في فكره تكلم به قبل أن يفكر تجد أن هذا الإنسان مبغوظ من المجتمع المجتمع لا يريد أن ينصت له وإذا اضطر إلى أن ينصت له لا يستمع إلى كلامه هذا بالنسبة إلى حالة الاجتماعية وبالنسبة إلى الحالة الأخروية قد يحاسب حساب عسير على ما نطقت به لسانه ولذلك بعض الصالحين كانوا لا يتكلمون إلا بحكمة والبعض الآخر ما كان يتكلم إلا بالقرآن الكريم أو بالأدعية الشريفة لأن هذه الكلمات كلها تسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تسجل وفي يوم القيامة يحاسب الإنسان على هذه الكلمات فإذا كان منطقه الصواب إذا كان كلامه الآيات الروايات فحينئذ في يوم القيامة يجد ورقة أعماله كلها مليئة بالصالحات وفي عكس ذلك يجد كثير من المعاصي التي ارتكبها ويجب أن يحاسب عليها نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم في أن نكون من الصالحين هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر